السنة الجاي رح نشوف كولف ديوتي بلاك أوبس فايف تابع الفيديو لتعرف التفاصيل قبل لابدى الفيديو بس حاب انو فيه جيفووي على النسخة الخاصة للعبة ساكيرو شادو دايت وايس الكوللكتر ايديشن بسعر 200 دولار الجيفووي مو هنا على اليوتيوب لحد يكتب تام هنا لا الجيفووي على حسابي على الانستجرام اول لينك موجود بالوصف وروحونيك اشترك بالجيفووي شروط جدا بسيطة وتعال شوف الفيديو فييلا خلا نبدأ بالفيديو صار لك بحرور شباب احنا بشاركي اياه بشاركي كيان جاركو فيديو جديد طيب شباب خبر نزل حاليا خبريك قنبلة خبر مجنون اجأ فجأة من موقع شارلي انتل اللي ما يعرف موقع شارلي انتل مسؤول عن تسريبات كولف ديوتي باول باول فالموقع نقل عن جريدة كوتاكو اللي ما يعرف جريدة كوتاكو تقريبا من اضخم الجرائد الخاصة بالالعاب او عالم الالعاب الفيديو الموجودة حاليا و تقريبا ما بينشروا اي شي اللي يكون صحيح ما ينشروا اشاعات اتشانو الكلام فاللي نشروه انه كولف ديوتي بسنة 2019 يعني كولف ديوتي القادمة راح تكون كولف ديوتي بلاك كوبس 5 واو اوكي خلنا نحاول متل ما عودكم نجمع النقاط ونحاول نسوي تحريات نوعا ما الكلام اللي طلع بالتسريب او الليك انه اللي هيشتغل على بلاك اوبس 5 ثلاث شركات الشركة الاصلية شركة ات رايارك وشركة سليج هامر اللي المفروض تسوينا لعبة كولف ديوتي القادمة اللي عملت ادفانس وورفر وعملت كولف ديوتي وورد وورد 2 وشركة ريفن يعني واضح انه لانه فكروا فيها بالعقل الشركة الحالة ستوديو ات رايارك ما رح يلحق يسوي اللعبة بسنتين من انتاج بلاك اوبس 4 لحاليا ما رح يلحق يسوي اللعبة الحالة سنتين فثلاث شركات رح يشتغلوا على بلاك اوبس 5 فصراحة متخوف من هالشي وكمان ماني متخوف رحين متخوف انه سنتين يعني رح يكون شغل مستعجل بس كمان ثلاث شركات يعني ثلاث اضعاف القوة او الشغل يلي كانوا يعملوا على لعبة حاليا ثلاث اضعافهم قاعدين يشغلوا على لعبة واحدة يعني بدال ما نحنا متوقعين انه السنة جاي نشوف جهزة جديد من شركة سلج هامر سلج هامر عملت لأدفانس وورفر وورد وورد 2 فلا قالوا لأ خلاص سلج هامر تعالوا اشتغلوا مع الستوديو ات رايارك وعملوا لبلاك اوبس 5 طبعا لو نفكر فيه حاليا ممكن يعني هالكلام نوعا ما ميك سنس بالانجليزي شو بالعربي يدخل للعقل او شيء من هالكلام لانه المؤسسين الاثنين لستوديو سلج هامر طلعوا اللي هم واحد اسمه شغلة سكوفيلد والتاني مدر شو اسمه هدول راح اطركم صور اليهم حاليا هدول الشخصين طلعوا من استوديو سلج هامر من هاستنة او بنهاية كورد جيتي وورد وورد 2 طلعوا من الاستوديو بشكل كامل فهدول المؤسسين هدول يعني هم اللي يعطوا كل القرارات بالاستوديو طلعوا فحاليا استوديو سلج هامر كيف يبي كيف يبي يشتغل بدون مدراء ادري انو الموظفين كلهم موجودين هيك بس عادة المدراء هم اللي يعطوا القرار ويقول خلاص هم اللي بدهم اللعبة كذا يشغلوا عليها فما في مدراء بالاستوديو كيف راح يشغلوا على اللعبة فشاي منطقي انو كل اللي يشغلوا بالاستوديو ضموهم للاستوديو ات رايال وشركة ريفن او استوديو ريفن اللي سوالنا كالوف ديوتي مودر وورد في الرماستر وريفن اشتغلوا على كتير اشياء يعني تقريبا بكل جزء كالوف ديوتي كان شركة ريفن تساعد الناس بهالطور ومثلا بيعنا بطور الاكسينشن بكالوف ديوتي جوست او طور الاكسو زومبي كان من تطوير سيديو ريفن يعني اكسو زومبي الموجود بادفانس وورفر ما كان سلج هامر يشغلوا عليه لا كان ريفن هم الشغالين عليه فريفن طول عمرهم معروفين انو يدخلوا مع الشركات الاساسية اللي هم انفينيتي وورد اتريارك وسلج هامر ويساعدوهم فريفن وسلج هامر و اتريارك رح يشغلوا على بلاك اوبس 5 الطالع بالتسريب انو رح يكون في طور قصة وراح يكون بالحرب الباردة الحرب الباردة او الكولد وور هو نفس الوقت اللي كان موجود فيه على ما اظن بلاك اوبس 1 احداث قصة بلاك اوبس 1 فممكن لانو بلاك اوبس 4 حاليا كان مفروض يكون لها طور قصة بس قبل بس سنة بعد ما انتشرت العاب البات ال kung فورتنيت او فورتنيت للذات قرر يسسيروا تور القصة بعد ما شغلوا عليها بشكل جدا كبير مجموعة وقالوا لهم を شغلوا على تور بات ال فكانت طور القصة من التسريبات اللي طالعن من زمان انو طور القصة بالمستقبل بس فيasis سفر للماضي على وقت الحرب بالباردة عند انو واحد بسافر بالزمن للماضي والاحداث بالماضي بس انته اصلا بالمستقبل وسافرت للماضي فممكن هي هي طور القصة بالحرب الباردة فعلا بس انت مسافر بالزمن للماضي انه مثل تعرفوا بلاكوبس بلاكوبس 1 كانت بالحرب الباردة بلاكوبس 2 كانت بسنة عام 2025 و بلاكوبس 3 كانت عام 2060 بلاكوبس 2 شفنا انه في تقنية وتقدم وروبوتات وهيك بلاكوبس 3 تقنية متطورة جدا هي الاشياء اللي حطوها بمخهم الجنود وصيروا يتواصلوا مع بعض عن طريق المخ وشي من الكلام وبعدين الشرير بلاكوبس 3 قصتها معقدة الشرير هو فيروس بالاشياء اللي بحطوها بمخهم فممكن بلاكوبس 5 نروح للمستقبل اكتر لانه بلاكوبس 4 تذكروا بلاكوبس 4 ما الها طول قصة واحداث بلاكوبس 4 هي بين بلاكوبس 2 وبلاكوبس 3 فبلاكوبس 4 تقريبا شي لم يحصل من ناحية القصة فبلاكوبس 5 بالمستقبل كمان لقدام لدرجة انه توصلوا لتقنية السفر بالزمن ورجعوا للماضي فشكلها هيكون شي خرافي احطان انه ثلث شركات عم يشتغلوا عليها ويلها طور قصة وشكلها الشركة حاليا ما تبيت خاطر مع عنوان جديد لانه متل ما نعرف شركة سلتج هامر كل مرة تطلع بعنوان جديد اول شي ادفانس وورفر بعدين كالوف ديوتي وورد وورد 2 ما رح يساوي كالوف ديوتي وورد وورد 2 الجزء الثاني ولا رح يعملوا كالوف ديوتي وورد وورد 3 لان وورد وورد 3 هي تقريبا بالمستقبل ومناس ميبقوا العب مستقبل فلو ستديو سلتج هامر هيعمل جزء جديد رح يكون عنوان جديد وكالوف ديوتي خصيصا بعد بلاكوبس 4 بموقف خطر نوعا ما شهر كامل ما دخلت على بلاكوبس 4 قاعد اللعب ايطاكس لجند حاليا فبلاكوبس 4 حاليا بموقف ما هو كويس وحتى لو عملوا فجأة ابدات وعدلوا كل شي بلاكوبس 4 وخلاص صارت لعبة خرافية خلاص اللي راح راح ما رح يرجع في عادل جدا كتير من اللعبين ما رح يرجع للعبة بالذات انها كالوف ديوتي مو لعبة تنزل كل خمسة سنين ست سنين مرة لا كالوف ديوتي لعبة تنزل كل سنة فيعني لو الحين تعبوا حالهم وعدلوا اللعبة لكي كالناس يبوها وبعد خمسة شهور رح تنزل مو در وورفر 4 فتعبهم هيروح على الفاضي فمشانك قالوا لأ خراص خلنا الشغل هات كله نسويه على الجزء قادم وخلينا للأسف نسحب نسحب قدر المستطاع فلوس من بلاكوبس 4 مشانهيك حاليا بلاكوبس 4 ما في كل اسليب سحب الفلوس موجودة بلاكوبس 4 في باتل باس في انك تدفع فلوس وتلفل فيه في باكيجات في انك تشتري باكيجات مو باكيجات حزمات معينة اللي هي اواعي للشخصيات البلاك ماركت موجودة في انك تشتري زوم للسلاح في انك تشتري ستيكر الزومبي في عندك الالكسر في انك تشتري الالكسر قد ما تبي في حزمات في بلاكوبس 4 فبلاكوبس 4 حاليا خلاص غاسلين ايدها منهم الشركة قاعدين حاولوا يسحبوا فلوس قدر المستطاع منها وهل الفلوس تضعوا على بلاكوبس 5 فعشان الزومبي لو التسريب طلع او مو التسريب لو كلام كريغ هيوستن مؤسسة الزومبي كان صحيح اللي هو انو الحزمة الثالثة والرابعة هي نهاية قصة الاثر فهنات بلاك اوبس 5 ما هيكوين فيها زومبي واضن استنى الجاي ما راح نشوف سيزن ثاني للزومبي اظن راح يخلوها مع بلاك اوبس 5 ما ادريه وصراحة نوضع الزومبي شو راحيكون بس تخيلوا بلاكوبس 5 بدون قصة الايثر لو فعلا انتهت القصة مع الحزمة الثالثة والرابعة تخيلوا انه بلاكوبس 5 فقط قصة الفوضى اظن شي ما عدري نستنى ونشوف بس اتمنى اتمنى يعني اللي ابي للزومبي الحزمة الثالثة والرابعة ما تكون نهاية قصة الايثر تكون انه ما بات خرافية بعدين السيزن القادم للزومبي السنة جاي يكون بلاكوبس 4 يكون تكملة لقصة الفوضى بعدين بلاكوبس 5 نرجع لقصة الايثر رح يكون شي خرافي فنستنى ونشوف ايه شباب هل كان الفيديو اتمنى اكون اعجبكم اتمنى من اهد الفيديو لا تنسوا تنسوا الفيديو بزر اللايك شاركونا بالتعليقات شاركونا بالتعليقات شاركونا عن هالموضوع وحاب اذكر مرة تانية انه في جيفووي حسابي على انستغرام على النسخة الخاصة للعبة سكيرو بسعر 200 دولار فاذا حاب تشارك فوق على اليمين او على اليسار اضغط وحيحولك على البوست او اول لينك موجود بالوصف وبس كانواكم شاركيها بشاركي كاشكم بديها التانية ان شاء الله مع السلام